انا جاء لحتة فكرة جهنمية هكسب من وراها على الاخر انا هشتري ميوهد يا غالب وهأجره السلام عليكم على قصة رصية الفيديو النهاردة بتتلم عن الميوه طيب فتحت الانستجروم وفتحت الفيس وفتحت اليوتيوب بقلب بقى كده وانا عادة فاضية لقيت كل الانستجروم كل البنات وكل البلوجر لابسين نفس الميوهات حاسيت ان ايه هو في حد كان بيوزعهم في الشرع يعني حاجة غريبة برضو اللي هو كلهم لابسين الميوهد اللي هو طي ضيدة او اللي هو الالوان الفوشية في لبني بصوا كلهم لابسين نفس الميوهد فانكنتش فاهمة الدنيا مش فاهمة قوي يعني اول اتنين عدوا علي ماشي بعد كده التالتة ماشي بعد كده بقى فجأة قريت عن ميوهات هادية غالب طبعا هي كشخصية انا بحبها غير كده بقى هي انسانة نكحة جدا اللي هي توصل للبين تشتري ميوهد اربعة تلاف جنيه وثلاث تلاف جنيه ما هي نكحة انت نكحة طيب انا بقى طبعا لو انا روح لصيفتي مثلا في بار سعيد ولا راس البر مش هربس انا ميوهد غالب يعني اتخطف اتخطف بي وهيطلبوا فيديو من اهلي فطب نعمل ايه انا بقى قلت انا هشتري ميوهد غالب هعمل جامعي صغيرة كده و هشتري الميوهد وبعد اما هشتريها افجاره عارفين انتو الناس اللي بتقف في الحسين اللي بيقولوا تعالي تصوري بالليل بتاع السودة دي تعالي العرب لبس العرب و البيدر للرقص والحادات دي انا بقى هعمل كده انا هقف على البحر الميوهد غالبه هوا لفي بي لفتن في البحر مكتن على مكتن وتعاليلي بس كده اخد مثلا في نص ساعة كما اخد خمسين جنيه في نص ساعة مش عاملش هقول سبعين جنيه خمسين جنيه تمام طبعا انا هجيب مقاس ينفع للمقاسات كلها يعني انا هحاول اجيب مقاس ما يكونش صغير ولا كبير متوسط اللي هو ايه جسم المصريين ده طبعا اشغل دماغي انا هجيب مقاسي هتلاقي كبير عناس او صغير عناس فانا هجيب المقاس اللي هو هشوف كده الاجسام وهجيب المقاس المناسبين عشان ايه ما اخسرش الميوه على الفوضي هتكلم في نقطة شغلت بالي جدا هو انا دلوقتي البولوجر مثلا سين راح تشتريت ميوهات دي غالب علشان هو واربعة تلاف جنيه او ثلاث تلاف جنيه فهي كده مختلفة عن باقية الميوهات اللي بتلطبية جنيه صح هبقى لما تروح الساحل تمام وتلاقي كل الناس لابسة زيها يعني هي بقى تسطنبه واحد بقى يونيفورم فهوا يعني ما دي حاجه برضو الي هو ايه انت حدث لنفسك م могу كفاعش اوي انت كلكو بقى تلابسين بقى تلاقي كل هبقى بقى بقى لابعه بقى بالميوه ده انا هخس بالميوه بتاع اللي بتلطبية جنيه انا بقى بالمختلفة فاعد طيب هي ليه عملته هي فكرت في ايه فكرت في البركيني ماشيه طبعا انا قسرة بققول ولا بوركين ولا ميوه عادي ولا ما هي ومحدودة ولا اياح اصلا الفنادي ملهمش ده هو اصل ان هم يجي يقولولك ان تنشي تنزيل البسين عشان هي الخامة الميودة هو احنا بقى في زمن ان احنا بناخد بالمظاهر تمام فهي هادية غالب شغالت دماغها ان ده هي طماشي انا بقى هعملكو ميو محجبات بكم وبنطرون زي القديم بس بربعة تلاف جنيه وقتقت تلاف جنيه وهسميه ميو هادية غالب وده هيخش به الفنادق ليه علشان احنا ماشي بالتيكت بربعة انا وله لو لبست الميو ده انا مش هقلع التكت اخلي التكت كده محطوط كده اعني هشير التكت ازاي ده هشير التكت هيقلن من قمة البضوع ازاي انا اشير التكت او مفتوض من يسمي الميو مش ميو هادية غالي مفتوض نسميه ميو هادية غالي عشان هو سعره انا يعني مش عارف اقول ايه طبعا انا اعرف ان الفيديو ده هيعمل مشاكل مع البلوجر طبعا انا عارفه بس انا كل واحد بيقول رأيه وانا بقول مرأيه مرة تانية انها دي غالب انسانة نكحة جدا علشان هي بتفكر برا الصندوق تمام فاللي هي اه الهمتني ان انا الصندوق جاية هعمل ماركة اساميها سرسيد اه مش مش عارفة هعمل ايه ممكن نعمل ايه ممكن نعمل ايه او ممكن يعني برضو التربولي اللي اتعمل اه قدي كده كده ب600 جنيه برج لتعامل عادي والنس بتشتريه مش عارفة عامل ايه صورة مش عارفة عامل ايه اكتبولي كده في التعلقات ممكن نعمل ايه واكتب عليه سرسيد وابباع 4000 جنيه عشان رحصها محتاجة فروس الايام دي ونصيحة مني ليك ايه لو انت رح الصيفة فروس البر او اسكندرية او مارسة مطروح او ناطق دي اوعد تبسي الميوهات دي غالب ده هتتخد فيه هيعرفوا ان انت دفع في 4000 جنيه وهتتخد فيه تمام فيه بقى ناس شغلت علها عاملت التقليد بتاعه لدرجة ان هو يقول لك ايه ميوه تقليد ميوه هادية غالب وناس تشتري طب التقليد ده بكم ب500 جنيه هو اصلا قماش عادية يعني هو التقليد ده بقى قماش عادية خالص بس هما ملونوه وعملوه زي ده فيبقوا لك ب500 جنيه فهي برضو اللي قلدت الميوه دي برضو شغلت عقلها اللي هي ايه 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 ده تمام انا هقلت عارف انت مثلا لما يكون بانطلون ب10.000 جنيه وانا بقى اللي ده بقوا ماش عادية خالص وبيعوا 3000 جنيه وهو اصلا ممكن اشتريه في ايه وقت ميوه 50 جنيه فهي الناس هوا الناس دي بجي فلوس منيه يعني انا دولوقتي لما اروح اشتريه ميوه 4000 جنيه او 3000 جنيه اه طبقتي اللبس الميوه يعني يعني بقضي بيه يعني بنزل بيه بحر وخلاص يعني مش ملوهش لازمة في اي حاجة تامي ايه لازمة الميوه بننزل بيه البحر ولا بنخرب بيه ولا بنروح بيه بنصبه عشان نتشرف ولا اي حاجة طبعا بقى اللبس الميوه دي غالب اتصورت 3000 صورة يعني انا دولوقتي دفعة 4000 جنيه لازم اتصور 4000 صورة لازم اخلي الموبايل بتاعي كله ده ميوه 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 مفيش مفيش ميسحل اي حاجة تاني انسي ان انا اتصور صور تانية هخرج هخرج بالميوه هلبس الميوه وبسوطة كده هلبسه عليه جاكت جنيه انا دفعة برضه في 4000 جنيه يعني انا بقى ازاي ان انا اسيبه في حاله ومش اسيبه في حاله انا طول السنه هلبس الميوه هنام بيه هلبه كده هلبسه برضه بالسوطة وهم برضه لابسه عليه الجنبية ولا الروب ما هو ده ما هو اي كده ما هو كده بقى امش دفع 4000 جنيه انا بقى الميوه ده هاخد حقي بفلوس اللي انا دفعتها اه الدنيا بقت غالية قوي والناس بقت تدفع عادي انا حاسة نفس ان انا في حلم اقوم وصحة لايه بقى فيه ميوه 4000 جنيه يعني انا انا فعلا مستغربة اقوم وصحة لايه طرحة بسطوية جنيه وبالف جنيه مش عارفة مش عارفة مش عارفة احنا هنوصل لفين كيلو الرز بقى ب22 جنيه مش عارفة بجد بصوا الهنام وصحة هنسى الكلام اللي انا قلت ده فعلا انا عايز انام جدا فافكار ما قبل النوم دي هي دي الافكار اللي بفضل افكر فيها لحد لما بناه فانا بطلعت لكم فكرة بس من افكاري يعني الحال بقى لو انا طلعت لكم بالافكار اللي هي الجوهنمي بتاعتي دي يعني بصوا يعني هتنبهر والله كفاية كده قبل كده كم خلصت الفيديو بتاعي واقترحت فكرتي واقعدت اسرائيها هيست اسرائيها عادي مش هقولت حاجة مش هبستي بقى ايه متلاقنيش وقفة على الشط ثم قايل لي ايه انت خدت الزوين بتاعي ماشي يعني انا بس ايه بعرفك انا مش عارف بقى انا حد بقى مش عارفة هشوه هدور على الجمعية الاول عشان اقبض الاول كده وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص رب يكون عاجل بك الفيديو وهدي غالب انسانة نكحة علشان هي نكحت في الحاجة اللي هي عايزها وانا من وجهة نظري اني محدش انتقيدها خالص علشان هي انسانة نكحة واحنا اللي في اختيراتنا نشتري ده او منشتريش ده وكي يكون الفيديو بتاعي خلص رب يكون عاجل بك الفيديو ولازم نشجع الناس اللي هي طموحة هدي غالب انسانة طموحة جدا لازم نشجعها برضو تمام فشجعونا انا كمان شجعونا انا كمان والله انا طموحة بس انا لسه مش عارفة انا عامل ايه انا لسه مش عارفة اعمل ايه قولولي اعمل ايه ويلا متنسوش اللي اكل اشتراك اهم حاجة عسان تشجعوني ويلا باي باي